كشفت الحكومة البريطانية عن وثيقة سرية تتضمن تفاصيل خطة أعدت مسبقاً لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي الوثيقة حذرت من عواقب انسحام بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق حيث ستحصل المملكة المتحدة حينها تلقائياً على وضع دولة ثالثة وستصبح العلاقات مع بروكسل غير ودية كما حذرت الوثيقة أيضاً من أن الخروج دون اتفاق سيؤدي إلى انخفاض في حركة المرور عبر القناة الإنجليزية يومياً بنسبة تتراوح بين 40 و60% الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية بسبب عدم الانتظام في توريدها وكانت بريطانيا قد أعلنت 29 من مارس الماضي موعداً لخروجها من الاتحاد الأوروبي لكنها طلبت تأجيل الموعد لعدم التوصل إلى اتفاق مع بروكسل التي منحت لندن مهلة حتى 31 من أكتوبر المقبل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعتزم إنهاء عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي بحلول الموعد المحدد حتى وإن لم تنجح بريطانيا في التوصل إلى اتفاق جديد مع بروكسل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر